مجزء لأهم الأنباء أهلا بكم أعلن البيت الأبيض وجود وفد أمريكي في السعودية لبحث مجموعة واسعة من القضايا الإقليمية بينها الحرب في اليمن قال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سولفيان في إفادة صحفية إن مبعوث الإدارة الأمريكية للشرق الأوسط بريك ماكو جورغ ومساعدة وزير الخارجية بربرا لايف انضم إلى المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيم ليندر كينغ الموجود حاليا في أرياض وقال متحدث البيت الأبيض أن الولايات المتحدة تسعى إلى تعميق الهدنة القائمة في اليمن منذ ما ينقير من عامين وتوصل إلى سلام دائم من جهته بحث المبعوث الأممي لليمن هانس جروندبرغ مع مسؤول إماراتي تطورات الأوضاع في اليمن وجهود التوصل إلى تسوية سياسية شاملة قالت وكالة الأنباء الإماراتية وام إن المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات أنور قرقاش التقى المبعوث الأممي للبيت وبحث معه مستجدات الأزمة اليمنية أكد المسؤول الإماراتي دعم بلاده للجهود الدولية والأممية لإيجاد آلية لوقف دائم لإطلاق النار والبدء بحوار جاد للتوصل إلى تسوية سياسية إلى أبيان حيث قال صيادون في منطقة شقرة الساحلية إن عدم توفر مادة الثلج تسبب بتعرض كميات كبيرة من الأسماك إلى التلف الأمر الذي نتجت عنه خسائر مادية كبيرة خلال لقائهم بالمحافظ أثناء زيارته لمركز الإنزال السمكي طالب صيادون بضرورة إلزام معامل إنتاج الثلوج بتزويد التعاونيات السمكية باحتياجاتها لضمان حفظ الأسماك قبل عملية تسويقه إلى الأسواق المحلية من جانبه وجه المحافظ أبو بكر حسين المسؤولين بضرورة متابعة صيادين والعمل على معالجة الإشكاليات التي تواجههم وإلزام معامل إنتاج الثلوج بضرورة تخصيص كميات كافية للصيادين بشكل متواصل توفي شخصان أحدهم طفلة إثر سقطهم في قنوات الصرف الصحي المكشوفة في مأرب بحسب الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين فإن طفلة سقطت في قناة صرف صحي بمخيم الروضة الجديد بالمدينة وأصيبت بجروح بليغة فارقات الحياة بعد نقلها للمستشفى كما توفي شخص بحادثة مشابهة قرب محطة بن معيل تزايدت حالة سقوط المارة والمركبات في قنوات الصرف الصحي ما تسبب بخسائر بشرية ومادية في ظل دعوات وحدة نازحين للمنظمات والجهات المعنية بتوفير بنية تحتية آمنة وصحية في المخيمات والشوارع الفرعية وسط المدينة المدينة ومحيطها وثقت لجنة الوطنية للتحقيق في الدعاءات انتهاكات حقوق الإنسان نحو ثلاثة آلاف حالة انتهاك في مختلف المحافظات قالت اللجنة في تقريرها الدوري الحادي عشر إن الحالات سجلت خلال عام واحد من أغسطس من العام الماضي حتى يوليو المنصر أشارت إلى أن الانتهاكات بلغت واحدا وثلاثين نوعا سقط فيها نحو ثلاثة آلاف وثلاثمائة ضحية من الجنسين لافتة إلى أن إجمال الانتهاكات التي وثقتها اللجنة خلال فترة عملها منذ يناير 2016 حتى يوليو الماضي بلغت خمسة وعشرين ألفا وخمسمائة وواحد عشر انتهاكا ووصل إجمال عدد الضحية فيها إلى تسعة وأربعين الف ضحية نهاية المجاز شكرا على حسن المتابعة ترجمة نانسي قنقر